الإقبال على الدروس الخصوصية كان موجود من فترات كثير بعيدة حتى أنا توجهت أخذ دروس خصوصية وأنا موجودة في المدرسة اليوم صار في عندنا إقبال أكثر بسبب التغييرات اللي صارت عندنا في الحياة مثل فترة الكورونا وزيادة المعرفة عند الأهل فاليوم صار في طلب أكبر بكثير على الدروس الخصوصية لحد قبل أكم سنة كان اللجوء بس في فترة الامتحانات بس اليوم الولد إحنا بنشتغل معاه متابعة مش بس من واحد تسعة إحنا بنشتغل معاه حتى في الفرص اللي بيكونش فيها مدرسة إحنا بنشتغل مع الولاد متابعة ومرافقة في هاي الفترات يعني مش بس في الامتحانات كدهش أثرت أزمة كورونا على الدروس الخصوصية تأثير طبعا جدا كبير على الطالب من ناحية تعليمية من ناحية اجتماعية ومن ناحية عاطفية فأنت بتشوفي هنا طلاب اللي مرقوا تغيير جذري بشكل سريع يعني مش طبيعي حتى قداش سريع يعني ولد كان يروح يتعلم في صف مع ولد صف مع معلمته وشيف معلمته وشيف اللوح بتقومه فجأة هو مجبور يقعد في البيت ويتعلم على الزوم واليوم إحنا عم نحكي على مناطق اللي حتى فيها ممكن الإنترنت يكون شوي ضعيف يعني هاي الشغلة كانت جدا عائق كبيرة على الطلاب وبالإضافة لعدم السيطرة على الطلاب إنهم هني قاعدين يتعلموا على الزوم من البيت هون إحنا منشتغل على كل المواضيع على المواضيع الأساسية هي عليها أكثر إشي طلب مثل العربة والعبرانة اللغات الرياضيات والعلوم وجديد عم نشوف كثير فيه واعي ومعرفة عند الأهل يوسعوا أفاق الطلاب على مواضيع اللي هي شاملة أكثر ومواضيع حياتية أكثر إحنا طبعا مصلحة تجارية هذا المحل استثمرنا فيه مش شوي عشان ننتيح ويكون المحل ملائم للجو دراسي وتعليمي فلهيك إحنا عم نحاول قدر الإمكان ناخد بعين الاعتبار الوضع المادي خصوصا في هاي الفترات اللي إحنا عم نمرق فيها تكون الأسعار ملائمة للجميع وبنينا رزم تعليمية اللي هي ساعة الدرس الخصوصي اليوم الإشي بيختلف من ناحية جيل من ناحية المواد اللي بدويتم تعلم يعني درس خصوصي لتجهيز لبقروت مش نفس درس خصوصي لطالب صف الأول فالإشي بتراوح بين 75 شاكل ل 90 شاكل ومرات 100 بلوس تلوي شو إحنا عم نحطغي في الدرس سلبيات الدروس الخصوصية حسب وجهة نظرك هل ممكن الاتكال على المعلم شو حسب لك بتلاحظ فيه سلبيات أولا هون إحنا منشدد بالرغم من إنه الولد بيجي بدرس واحد لواحد مع المعلم منشدد على إنه يظل فيه عنده مسئولية منعطيه مهام على البيت المعلم ما بينطيه إنه أنا جاي أدرسك للامتحان وإنتي روح بس إعمله لأ فيه عنده مهام فيه عنده أشياء اللي لازم يعملها خلال الدرس فإحنا ما منعلموا إنه يتكل على الشخص الموجود معاه في العكس منشجعه يتكل على حاله أكثر ومشوفش إنه فيه سلبيات للدروس الخصوصية صراحة الإشي عم بيبين في نتائج الطلاب اللي عم نشوفها عندنا في المركز أو حتى يمكن مراكز تانية يقولوا لك إنه لا في العكس الإشي بساعد أكثر إنه الولد عم بيشتغل واحد لواحد مع معلم المعلم بيقدر يمرق مادة أكثر من لما يكون في الصف 35 أغلب الولادة تجي من المدارس اللي هي فيش عندها بسيس خلفية قوية فإحنا نضطر نرجع لورا كثير عشان نقدر نسكر الفجوات اللي هن يلحقوا يمشوا مع المادة اللي هي موجودة في المدرسة أغلب الولاد هي بحاجة لتشخيص قبل ما إحنا نبلش نعطيها دروس خصوصية وعنها في المركز إحنا منعطى تشخيص إحنا من آمن إنه كل ولد بتبين قدراته لما يتم تشخيصه في صورة صحيحة وإحنا هنا كلنا منعمل مع بعض فمع المعلمة التعليم المصحح إحنا منبعث عندها الولاد بتشخص يبت بعثنا الولاد بعد الدرس يحنا منكون في تواصل على أمل إنه إحنا نقدر نسكر الفجوات اللي موجودة عند كل ولد ونخليه يصل في المستوى اللي هو موجود فيه في الصف أكيد الكورونا أثرت بشكل كثير كبير خاصة في موضوع اللغات اللي هي لغة عربية لغة عبرية ولغة إنجليزية طبعاً في صفتي أنا معلمة لغة عربية عم بشوف كثير صعبات عند الولاد من ناحية تمييز الأحراف من ناحية قراءة في عندهم كثير عسر تعليم اللي هو ملحوظ فإحنا هنا منجرب قد ما نقدر إنه نعطيهم دروس خصوصية ونعمل بتخنيت أو خطة معينة لإحنا نصل لهدف إنهن يقدروا ويتأقلموا ويصلوا لنفس المستوى الموجود في الصف أول إشارنا نبلش إنه أغلب الولاد بتحبش تتعلم مع الأهالة فهذا السبب الرئيسي إن الأهل بتبعث أولادها على المركز فالولد لما يكون مع معلمة مش نفس لما يكون مع الأم هو بتجاوب مع معلمة في طريقة أحسن الشغل الثاني إحنا هون كلنا معلمات اللي عندنا طرق وعندنا أدوات اللي إحنا بنستعملها عشان نقدر نخلي الولد يتقدم في شكل ناجع أكثر من كيف الأهل اللي بيستعملوا الطرق اللي هي كانت تقليدية أكثر يعني اللي فيش عندهم خبرة في كيف يستعملوا هاي الطرق مع الأولاد هل حسب رأيك الناحية المادية بتأثر على الأهل لما تجيبوا أولادنا على أي مركز؟ حسب رأيك أول إشارنا نبلش في المركز هنا أسعار المركز هنا هي كثير مناسبة لكل الأهل ولكن أنا بأعتقد أنه إذا كان فيه تمويل من قبل مدارس من قبل مسراد حنوخ رح يكون إقبال أكثر على هاي المراكز التعليمية فحسب رأيك أنه أكيد في بعض الأهل المشكلة المادية هي عائق بالنسبة لهن أنه يبعث أولادهم أول إشي أنا بحب أوجه رسالة للأهل أنه الدراسة هي بتكونش بس قبل الامتحان الدراسة هي مداومة كل يوم بيومه فإسا عنا فرصة شهرين استغلوها كثير منيح حتى نسكر هاي الفجوات الموجودة عند الولاد ونقدر نخليهم على الأقل يسكروا هاي الفجوات اللي تراكمت في فترة الكورونا ويقدروا يتقدموا ويصلوا للمستوى اللي هن المفروض يكونوا إسا هني موجودين فيه